الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم و صلاة وسلام على خاتم النبيين و إمام الموحدين و على آله و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد و رحب بكم في مقرر القرآن الكريم و الدراسات الإسلامية للصف الأول المتوسط اليوم بإذن الله سنأخذ إثراءات إثراءات اثنين في هذه الإثراءات بإذن الله سنأخذ بإذن الله بشكل عام سورة النمل سنضرب بعض الأمثلة و سنأتي على كل الآيات بإذن الله في هذه السورة في ذكر بعض الكلمات التي يكثر فيها الخطأ من البعض حينما يقرأ هذه الآيات حتى نحذر من أن نقع في هذا الخطأ ثم أيضا سنضرب بعض الأمثلة على بعض الكلمات التي جاءت بها بعض الأحكام التجودية التي درسناها أيضا سنضرب بعض الأمثلة لبعض ما يتعلق بالفرق بين الرسم العثماني و الإملاي في هذه الآيات لو نلحظ نجد أن هناك كلمات يكثر فيها الخطأ من البعض حينما يقرأ هذه الآيات من تلك الأمثلة في قول الله عز وجل أعمالهم فنلحظ أن هناك اللام مفتوحة فالبعض قد يخطئ فلا يأتي بهذه الفتحة في هذه اللام أو قد لا يأتي بهذه الألف الصغيرة حينما يقرأ هذه الكلمة أيضا من الكلمات في هذه الآية و إنك لتلقى و هذه الكلمة كثير وهو خطأ شاع من كثير من الطلاب حينما يقرأ هذه الآية قد يقع في الخطأ فنقول ننتبه و إنك لتلقى فلو نلحظ أن التاء هنا مضمومة كذلك أن اللام مفتوحة فنقول ننتبه أننا حينما نقرأ هذه الكلمة أن التاء مضمومة و اللام مفتوحة فنأتي بهذه الحركة أيضا في الآيات التي تليها هناك يوجد كلمات يكثر فيها الخطأ من البعض حينما يقرأ هذه الآيات من تلك الأمثلة في قول الله عز وجل إذ قال موسى لأهله إني آنست و هنا قاعدة تعلمناها كثيرا و نذكر بها كثيرا و هي أن هذه الهمزة المفتوحة إن جاء بعدها الألف فهذا دليل على أنها حرف مد فنقول إني آنست 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 و هذا يبين لنا من يعرف الفرق بين الرسم العثماني و الإملائي يساعده ذلك على أن يقرأ هذه الكلمة قراءة صحيحة أيضا من الأمثلة في هذه الآيات في قول الله عز وجل بشهاب قبس فالبعض قد يخطئ في حركة الباء فقد يسكن الباء فنقول انتبه الباء هنا مفتوحة لابد أن نأتي بالفتح حينما نقرأ هذه الكلمة أيضا في الآيات التي تليها يوجد بعض الكلمات التي يكثر فيها الخطأ من البعض حينما يقرأ هذه الآيات مثال ذلك في قول الله عز وجل واستيقنتها أنفسهم أنفسهم فلو نلحظ أن السين هنا مضمومة فالبعض قد يخطئ فيفتح السين فنقول انتبه السين هنا مضمومة فنقول أنفسهم أيضا من الكلمات في قول الله عز وجل يا أيها الناس علمنا علمنا فنجد أن العين هنا مضمومة فالبعض قد يخطئ في هذه الحركة أيضا اللام هنا مشددة وهي مكسورة علمنا علمنا فالبعض قد لا يأتي بهذه الشد أيضا من الآيات التي تليها يوجد بعض الكلمات التي قد يخطئ بعض الطلاب في قراءة هذه الآيات فنقول من تلك الأمثلة في قول الله عز وجل وحشر لسليمان جنوده فنجد أن الدال هنا مضمومة فالبعض قد يستبدل هذه الحركة بحركة الفتح فنقول ننتبه الدال هنا مضمومة أيضا من الأمثلة في قول الله عز وجل لا يحطمنكم لا يحطمنكم فالبعض قد يخطئ في حركة الياء فيضع الضم بدل الفتح فنقول ننتبه الياء هنا مفتوحة لا يحطمنكم كذلك يوجد النون المشددة كذلك الحاء هنا ساكنة فننتبه إلى هذه الحركات الطاء هنا مكسورة وأيضا مشددة الآن سنعرف ونطبق وسنقرأ هذه الآيات حتى نتعرف كيف تقرأ هذه الكلمة والكلمة الأخرى كيف تقرأ هذه الكلمة قراءة صحيحة فنستمع إلى القارح حتى يتميّلنا كيف يتم قراءة هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل يدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين بعد ذلك نأتي إلى الآيات الأخرى ونكتشف ما هي الكلمات التي يخطئ فيها البعض حينما يقرأ هذه الآيات من الأمثلة في ذلك في قولها عز وجل لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني فلو نجد نلحظ نجد أن اللام هنا مفتوحة فالبعض قد يخطئ في ذكر هذه الحركة كذلك نقول ننتبه إلى قضية الياء المفتوحة الياء الأخيرة هنا مفتوحة فحينما نقرأ هذه الياء لابد أن نأتي بهذا الفتح أيضا في هذه الآيات نريد أن نكتشف ما هي الكلمات التي يكثر فيها الخطأ من البعض حينما يقرأ هذه الآيات فنجد في تلك الأمثلة قول الله عز وجل فالبعض قد يخطئ في هذه اللام فاللام هنا مشدد فنقول لا بد أن نأتي بهذه اللام المشدد أيضا في هذه الكلمة نجد أن هناك الباء ساكنة الباء ساكنة كذلك الهمزة هنا مفتوحة كيف تقرأ هذه الكلمة والكلمة التي تليها الآن سنستمع إلى الآيات لكن قبلها سنكتشف بعض الكلمات ثم نستمع بعد ذلك إلى كيف تقرأ هذه الكلمات من تلك الأمثلة أيضا في قول الله عز وجل قال سننظر أيضا ما هو الخطأ في هذه الآية قد يخطئ البعض في قراءة هذه الآية فنجد أن الرأة هنا مضمومة فالبعض قد يخطئ فلا يأتي بهذه الرأة المضمومة أيضا من الأمثلة في هذه الآيات في قول الله عز وجل فألقه ماذا نلحظ نجد أن ألقاف هنا مكسورة ولا يوجد ياء فالبعض قد يخطئ فلا يأتي بالكسر أو أنه يأتي بالياء كيف تقرأ هذه الكلمة والكلمات كلها نستمع الآن وننصد حتى لا يقع الخطأ مننا حينما نقرأ هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أيضا نكمل الحديث ونتابع الآيات من سورة النمل حتى نكتشف ما هي الكلمات التي قد يخطئ البعض في قراءتها من هذه الآيات فنجد بعض الأمثلة هنا في قول الله عز وجل قالوا نحن أولو نحن أولو فنجد أن هناك الواو الأولى ساكنة فالبعض قد يخطئ ويغير في هذه الحركة أيضا من تلك الكلمات في قول الله عز وجل ارجع إليهم فلنأتينهم فلنأتينهم فلو نلحظ نجد أن النون هنا مشدد أو كما ذكرنا ودرسنا وتعلمنا أن النون تغن مقدار حركتين فلابد حينما نقرأ هذه الآية وهذه الكلمة أن نأتيها بهذه النون المشددة أيضا نتبع ذلك بالآيات التي تليها سنضرب بعض الأمثلة من تلك الأمثلة بكلمات يكثر فيها الخطأ من البعض حينما يقرأ هذه الآيات في قول الله عز وجل حينما قال الله عز وجل أن يرتد إليك طرفك طرفك فنلحظ أن الرا هنا ساكنة في البعض قد يخطئ في هذه الرا فيفة يفتح هذه الرا فنقول ننتبه هنا الرا ساكنة أيضا من الكلمات نقول في قول الله عز وجل أم تكونوا فنجد أن النون هنا مضمومة فلابد حينما نقرأ هذه الكلمة أن نأتي بهذه النون المضمومة فالبعض قد يخطئ فلا يأتي بهذه الحركة أيضا في الآيات التي تليها يوجد بعض الكلمات يكثر فيها الخطأ من البعض حينما يقرأ هذه الآيات من الأمثلة في قول الله عز وجل حسبته لجة لجة فلو نلحظ أن اللام هنا مضمومة أيضا في هذه الآيات نجد هناك كلمة معا فهذه الكلمة قد يخطئ البعض وهو خطأ شاعر قد يخطئ البعض في قراءة هذه الكلمة فلا يأتي بالعين المفتوحة فقد يسكن العين فنقول ننتبه أن هنا العين مفتوحة فلابد أن نأتي بحركة هذه العين أيضا في الآيات التي تليها يوجد بعض الكلمات قد يقع الخطأ فيه من البعض حينما يقرأ هذه الآيات من تلك الأمثلة قالوا اطيرنا فلو نجد هذا الرمز الذي تعلمنا في ما يتعلق بالرسم حينما قلنا أن هذه الصاد ترمز إلى همزة الوصل فحينما نقرأ هذه الآية لا نأتي بهذه الألف قالوا اطيرنا قالوا اطيرنا فنجد أن الألف هذه لا نأتي بها في النط أيضا من الكلمات في قول الله عز وجل تقاسموا بالله لنبيتنه فنلحظ أن النون هنا مضمومة كذلك الباء مفتوحة كذلك النون مشددة النون الأخيرة مشددة فلابد أن نأتي بهذه الحركات ولا نخطئ في قراءتها أيضا في الآيات التي تليها يوجد كلمات يكثر فيها الخطأ من البعض حينما يقرأ هذه الآيات من تلك الأمثلة فتلك بيوتهم بيوتهم فنلحظ أن التاهنة مضمومة فلابد أن نأتي بهذه الحركة كذلك في هذه الآية الأخرى أئي فلو نلحظ أن هناك همزتين فلابد حينما نقرأ هذه الكلمة أن نأتي بهذه الهمزتين أئي أئنكم أئي أئنكم فنقول هاتين الهمزتين لابد أن نأتي به حينما نقرأ كذلك النون المشدد أو هي تغن مقدار حركتين أيضا في الآيات التي تليها يوجد بعض الكلمات التي يكثر فيها الخطأ من البعض حينما يقرأ هذه الآيات من الأمثلة في قوله عز وجل فساء مطر المنذرين فالبعض قد يخطي في حركة الذان فيضع الكشر بدل الفتح فنقول ننتبه الذان هنا مفتوح لابد أن نأتي بالفتح أيضا في الآيات التي تليها هناك كلمات قد يخطئ البعض في قراءتها فمن تلك الأمثلة في قول الله عز وجل آ الله فنجد أن هناك همزة مفتوحة وهناك أيضا حرف المد فلابد أن نأتي بذلك حينما نقرأ هذه الآيات أيضا في هذه الآيات يوجد كلمة أخرى فلو نلحظ نجد أن في قول الله عز وجل وجعل خلالها فنلحظ هذه الألف الصغيرة وهذه الألف التي ذكرنا سابقا من يعرف الفرق بين الرسم العثماني والإملائي لا يقع في هذا الخطأ لأن هذه الألف ألف حقيقية فحينما نقرأ هذه الكلمة لا بد أن نأتي بها أيضا في الآيات التي تليها في قول الله عز وجل ويجعلكم فلو نلحظ نجد أن اللام هنا مضمومة فالبعض قد يخطف يفتح اللام نقول ننتبه اللام هنا مضمومة أيضا من الكلمات في قول الله عز وجل قل هاتوا برهانكم فلو نلحظ أنها هنا ألف صغيرة هذه الألف صغيرة تكون ألف حقيقية فحينما نقرأ هذه الكلمة لا بد أن نأتي بها أيضا في الآيات التي تليها يوجد بعض الكلمات بل الدارك بل الدارك فنقول الدال هنا مشددة كذلك يوجد الألف الصغيرة بل الدارك فلا بد أن ننتبه إلى ذلك أيضا في هذه الآيات في قول الله عز وجل أن يكون ردفا وهنا خطأ شائع فنجد أن الدال هنا مكسورة الدال هنا مكسورة أيضا في الآيات التي تليها في قول الله عز وجل الناس ما هو الخطأ من يكتشف ما هو الخطأ أحسنتم في النون المشددة وذكرنا أن النون المشددة تغن مقدار حركتين والشدة كما تعلمنا أنها تمثل حرف ساكن وحرف متحرك أيضا في الآيات التي تليها يوجد كلمات يكثر فيها الخطأ من البعض حينما يقرأ هذه الآيات من تلك الأمثلة ولا تسمع الصم صم فلو نلحظ أن الصاد هنا مشددة ومضمومة والميم هنا مشددة ومفتوحة والميم المشددة تغن مقدار حركتين أيضا من الأمثلة وما أنت بهذه العمي فالبعض قد يخطئ فلا يأتي باليا فيقرأها ألف فنقل ننتبئ إلى هذا الأمر أيضا من الكلمات في هذه الآية إن تسمعوا إن تسمعوا فلو نلحظ نجد أن التأ هنا مضمومة والميم مكسورة فلابد أن نأتي بهذه الحركات الآية التي تليها أيضا يوجد بها كلمات يكثر فيها الخطأ من البعض حينما يقرأ هذه الآية من تلك الأمثلة ممن يكذب فلو نجد أن هناك ياء مضمومة والكاف مفتوحة والذال مشددة ومكسورة فلابد أن نأتي بهذه الحركات أيضا من الكلمات في قول الله عز وجل داخرين وهنا نجد أن الدال هنا بعدها ألف صغيرة وهذه ألف حقيقية لا بد أن نأتي بها بعد ذلك نأتي إلى آخر هذه الآيات ونقول ما هي الآيات التي قد يخطئ البعض في قراءتها نقول من تلك الكلمات فكبت وجوههم فنجد أن الهاء هنا مضمومة فلابد أن نأتي بالضم لها كذلك نقول الهاء الثاني كذلك مضمومة فنأتي بالهاء وهي مضمومة أيضا في قول الله عز وجل حرمها حرمها فالبعض قد يخطئ فلا يأتي بالراء المشددة فنقول انتبه هنا الراء مشددة كذلك في قول الله عز وجل وأن أتلوه وأن أتلوه فنجد أن الواو هنا مفتوحة أن الواو هنا مفتوحة بعد ذلك نقول لما ذكرنا هذه الكلمات التي يكثر فيها الخطأ أننا من الأمور المهمة حتى نتلو الآيات وتكون تلاوتنا لهذه الآيات أن تكون قراءتنا بعد أن نستمع إلى قارئ متقن أن نتبين ما هي الكلمات التي يكون فيها الخطأ شائع أو يكثر فيها الخطأ حتى نحذر من أن نقع في هذا الخطأ فهذه بعض الأمثلة على بعض الكلمات التي يكثر فيها الخطأ في هذه الآيات بهذا نقول لله الحمد انتهينا أشكر لكم تفاعلكم وحرصكم وألتقيكم بإذن الله في درس قادم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد